اهلا منكم اشرح ليه وفيديو مهم جدا لحضرتك النهاردة لو حضرتك عندك حساب بنكي واكيد يعني كلنا او معظمنا عندهم حسابات بنكية يبقى لازم فيه خمس تطبيقات مهمة جدا 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 لازم تكون موجودة على تليفونك تحللك مشاكل كتيرة جدا في اوقات زناءات كتيرة جدا جمعتها وحقولها لحضرتك عشان تعمل استفادة ياريت تشاره الفيديو وتشاركو في قناة لسه مشاركش والدعمونا بالله الكشير عشان يوصل الخير لكل الناس ان شاء الله حقولها لحضرتك الخمس تطبيقات دولت على فكرة ده مش اعلان للتطبيقات اللي احنا هنقولها ولكن ده يعني تجميع كده كويسة انا عن نفسي حاطرتهم على تليفوني وبقولهم يعني بعرب بيهم اصحابي واصدقائي وقلت ان انا احطهم على القناة عشان تبقى الاستفادة لحضراتكم كلكم ان شاء الله ولما تنزلوهم او لما تتفرجوا على الفيديو هتعرفوا ان فعلا دي تطبيقات مهمة جدا والاستفادة فيها مهمة جدا واحيانا زي ما هنسمع مع بعض الفيديو بحضرتك بيكون يعني مضطر او مزنوء ان انت تعمل حاجة معينة وبتكون في مكان معين بعيد ولازم الحاجة دي بتكتشف ان انت ممكن حاجة معينة تسددها تعملها تجددها وانت في مكان يعني مش هينفع ان انت تعمل الكلام ده وبالتالي لو ما كانش عند حضرتك الخدمة السريعة ديت بتلاقي مثلا حاجة خدمة مثلا لحضرتك بتتوقف في اه مسلا مصارف وفوقت لازم تدفعها لو ما دفعتهاش بيجي على حضرتك غرام التأخير او 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 في حاجات كتير جدا الخدمات دي لو موجودة على موبايلك بتقدم لك اه يعني خدمات سريعة و اه محترمة جدا وخليكوا معايا عشان نعرف التفاصيل تعالوا بقى نبدأ عشان ايه ما نعودش نتكلم كتير اول تطبيق مهم جدا مفروض يبقى على موبايل حضرتك هو تطبيق البنك اللي انت حضرتك فاتح حساب فيه البنك اللي انت فاتح حساب فيه ايا كان اسم البنك ايه الاهل القاهرة مصر اي بنك من البنوك لازم حضرتك تنزل التطبيق الخاص بالبنك دوت يكون لازم يكون ضروري انه يكون على موبايلك من بتنزله طبعا من البلاي ستور وبيبقى زي ما قلنا بيبقى حاجة مؤمنة جدا ونفعة لحضرتك حضرتك اتقول لي انا فاتح حسابه ما عنديش الخدمة دي لا احاول لحضرتك اتفضل توجه الى خدمة العملاء بتاعة البنك بتاعك واطلب منه تنزيل او تفعيل خدمة الانترنت البنكي ونزل التطبيق وطبعا البنك ده بتاعك هيبعات لك اليوزر نيم والباسورد فمهم جدا اول حاجة انك تكون على موبايلك تطبيق البنك اللي انت بتتعامل معاه هيوفر عليك كتير جدا ويسهل عليك كتير جدا لان بوسط التطبيق ده ممكن تقدر تحول فلوس لاي حد تقدر تعرف رصيدك في اي وقت كان سواء البنك فاتح ولا قافل تقدر كمان من خلال التطبيق بتاع البنك بتاعك ده تقدر مثلا تشتري شهادة من الشهادات اللي بتنزل كل يوم زي ما حضركم عارفين الشهادات اللي بقى تنزل يومين تقدر تشتري به شهادات تقدر آآ شهادة خلصة تقدر تتحول به فلوسك آآ من الشهادة للحساب تقدر تعمل خدمات كتير جدا وانت قاعد في بيتك من غير ما تنزل ولا تتعب نفسك ولا تروح البنك ولا حاجة البنك فاتح البنك قافل البنك الصبح البنك بالليل من خلال التطبيق ده ينفع حضرتك تعمل خدمات كتير جدا وانت قاعد في مكانك تقدر كمان من خلال تطبيق البنك بتاعك ده تقدر تعرف اي معاملات تمت على حسابك تقدر تعرف اي خصومات تمت على حسابك اي مصروفات اتخصمت منك تقدر من خلال تطبيق البنك بتاعك ده تقدر تعرف كل التفاصيل دي يعني اذا مولت حياتك وانت قاعد في مكانك تاني تطبيق مهم معنا ولازم يكون موجود على موبايلك هو تطبيق انستبي ما فيش حد النهاردة الا ما هو بيستخدم التطبيق ده وانا عن نفسي عن تقربة شخصة استخدمته ما قدتش منزله ولكن لغاية وقت قريب جدا حد قال لي ان التطبيق ده مهم جدا كمان اهم من التطبيقات الكمان البنكية بتاعتك ده تطبيق مهم جدا وسريع جدا وبتقدر بضغطة واحدة تحول اي فلوس من حضرتك لاي حساب تاني طبعا في حدود للتحولات حنول على الحياة طبعا السحب والتحويل كده اليومي والشهري وكده بضغطة واحدة تحول الكلام ده في التوي واللحزة بيوصل بتوصل الفلوس دي للطرف التاني اللي بتحول له من غير اي مجهود ولا اي تعب خالص طبعا ده مش اعلان للتطبيق ده البنك المركزي هو اللي عمله وانا بقول له حياتك عشان تبقى في استفادة لان زي ما قلتلك في الوقت حوالي اكتر من ستة مليون او تمانية مليون كان من قيمة حوالي شهر ستة مليون واحد بيستخدموه حوالي الوقت اصبح حوالي تمانية مليون المكان شكتا من كده بيستخدموه هذا التطبيق المهم جدا 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 في تعملاتهم اليومية التطبيق ده يا جماعة مهم جدا في موضوع التحويل من حساب لحساب وفسدات فواتير وفسدات مثلا دفع تبرعات معينة لاماكن معينة في عمل حاجات كتيرة جدا وكمان في الاستعلام عن رصيدك في او عندك رصيد في بنكين تلاتة اربعة الاستعلام عنه بيبقى متاح بكل سهولة ويسر بدل كمان ما تخش على مثلا لو عندك رصيد مثلا في بنكين تلاتة او تعملات في تلاتة اربع بنوك بدل ما تخرج من البنك البنك ده تخش على البنك التاني من انت خلال تطبيق نستبيه وعن طريق ان انت بتدخل الحاجات دي وتربطهم بانستبيه عن طريق تخش نستبيه تعرف الكلام ده في معاملاتك البنكية من بنكين تلاتة اربعة زي ما يكون برضو وانت من خلال تطبيق نستبيه فهو تطبيق فعلا فعلا على الصعيد الشخصي والتجربة ده تطبيق محترم جدا. التحويلات دي يا جمان خليقين السبيب تبقى بدون اي رسوم ده الكلام ده لمدة هزا العام كانت سنة اللي فاتت وكمان كانوا هيتطبقوا في بداية هزا العام رسوم ولكن آآ قالوا ان هو العام ده برضو هيبقى مجانا وحتى لو تطبقوا السنة جاء تبقى برسوم بسيطة في مقابل الخدمات اللي بيقدمها التطبيق دوت لنا كلنا. ثلاثة التطبيق عندنا وبقول لحدك لازم برضو بموجودة لنبايلك هو تطبيق لشركة المحمول اللي حضرتك تابع لها سواء كنت تابع شركة آآ فودافون او اورنج او آآ اتصالات او لازم عند لحضرتك التطبيق الخاص بالشركة بتاعة المحمول اللي حضرتك تابع لها. ليه لازم يكون عندك التطبيق دوت اللي الشركات المحمول دي عاملها علشان حضرتك عندك التزامات لو مسلا عايز تدفع اشتراك مسلا عايز تجدد انت عايز تعمل اي خدمة من الخدمات بتاعت الشركات دي بدل ما تنزل وتلف على فرع من الفروع بتاعت الشركة دي او اي حاجة او سنترال او كده حضرتك من خلال التطبيق ده وانت قاعد في البيت تقدر تعمل كل معاملاتك مفيد كمان في موضوع سادات فواتيرك او سادات الشراكاتك للخدمات العامة اللي حضرتك بتعملها بدون اخذ اي رسوم بدون ما تدفع 3-5-7 جنيه رسوم لفور او لغيره علشان تأدي خدمتك بتبقى الكلام ده من منك للشركة على تو دايركت من غير خصم اي رسوم رقم اربعة لازم يكون عند حضرتك تطبيق لمحفظة الالكترونية ايه هي المحفظة الالكترونية دي لو حالك بتتعامل مع اي بنك او لو حتى مش عامل للبنك ممكن تقدر تعمل محفظة طبع هذا البنك المحفظة دي ممكن يبقى عليها مبلغ زي ما بقول لحضرتك كده ممكن عندها مبلغ بسيط مثلا ممكن تحوله لاي حد ممكن تعمل به اي حاجة ممكن تدفع بيه كمان فواتير وكل الحاجات اللي بقول لحضرتك دي بتبقى ساعات وقت الزنق بيبقى تمانها غالي جدا وبتتمنى ان انت كنت تتبقى عامل حاجة زي كده عشان تنقذت من حاجة ضرورية لازم تنفذها في التو واللحظة بوسط المحفظة الالكترونية لو انت في مكان مثلا بعيد او اي حاجة بوسط المحفظة الالكترونية دي بتخش على اي اي تي ام او بتخش على فوري بتقدر من خلال زي المحفظة ان انت تقدر تسحل فلوسك او من خلال ان انت تسدد اي حاجة وتخرج من الزنق اللي انت لقيت نفسك فكرة وقفية فمهم جدا ان يبقى عندك محفظة لتطبيق بنكي او تطبيق خط محمول خمس تطبيق ومهم جدا ان يكون موجود برضو على مبيرك هو تطبيق ايزي باي هيدا بيبقى لازم يعني النهاردة وفاتنا هذا معظم الناس بعملها حساب في البريد المصري لتسهيل معاملاتها بعيد عن حسابات البنوك وببسط موضوع التطبيق ايزي باي دوت حديدك بتقدر تكلم بقى خدمة العاملة وتربط التطبيق ده بحسابك في البريد الاول بتشتري فيزا ايزي باي عشان خاطر ان انت تقدر تنزل التطبيق بعد ما نزلت التطبيق ممكن حساب ايزي باي نفسه ما يبقاش عليه فلوس كتير لما عادك بتعمل تنزل التطبيق ده بتعمل ايه تقدر تطبطه بحسابك الاصلي اللي موجود في البريد ان كان حساب توفير او حساب جاري او اي نوع من الحسابات تقدر بوسط التطبيق الويزي باي ده ان انت تخش تستعلم على الحسابات بتاعتك في اي وقت وفي اي مكان نزل لك فلوس حد بعت لك حوالة بلدية اي حاجة تقدر تحول به من حساب لحساب اخر خاص بالبريد يعني مسلا حالك عايز تبعت حوالة فورية لحد تاني موجود في محافظة تانية او في مكان تاني هو عنده حساب في البريد انت عندك او في حساب في البريد او انت عندك حساب في البريد تقدر تحول له الحوالة البلدية دي في التو واللحظة ويروح هو يصرف المكتب البريد عادي خالق بالبطاقة بتاعته سهل جدا ان ما فيهوش اي مشكلة خالص وتطبيق امن جدا جدا وتطبيق مفيد جدا وبكده جماعة بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا اللي كان فيه خمس تطبيقات مهمة لازم تكون موجود على مبايلك بتقدم لك خدمات مهمة جدا وبتنقذك من زناءات مهمة جدا نشكركم على حسن الاستماع وبنطلب منكم يا ريت اشتركوا في قناتنا دعمونا وتشرفونا وتنورونا واقولوا لأصدقائكم وحبيبكم وقرائبكم على القناة بعتولهم اللينك عشان شيركوا في القناة وكمان تنسوش كمان ضغط زر الجرس او الاختيار اقول او الكل علشان يصلكوا كل اشعارات قناتنا بكل ما هو جديد بنزله كمان ما تنسوش دعمونا باللايك والشير عشان تشجعونا ويتخلونا نقدم لكم كل ما هو جديد وكل حاجة فيه استفادة ودعنا الخير كفاعله وحايدك بلدك لايك والشير بادعمنا وتشرفنا يعني كمان بتاخد سواب ان انت كمان حضرتك بتقدر تفيد غيرك بان لايك والشير كتير بيخلي الفيديو يطفل من حركات البحث وغيرك يوصلوا بكل سهولة وبيدعي لك وكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو ونعتزر عن اطالة اشتركوا في القناة